بإذن الله النهاردة هنقدم فيديو جديد أول مرة بقدمه هو فيديو عملي جي اي تي عادة في السنين اللي فاتت مفيش عملي للجي اي تي لطلبة سنة تانية في النظام الجديد ولكن قررنا العملي هيكون حالات من المنهج الحالات هيكون عليها أسئلة ام سي كيو فاخترنا خمس حالات السنة دي الخمس حالات دول هاجي أناقشكم فيها من ناحية النظري كل حالة هتيجي في صورة كيس وأسئلة ام سي كيو طبعا للمراجعة السريعة هقولك اسم الحالة والكلمات المفتاحية في كل كيس علشان ما اطلخ بطهاش مع الكيس التانية مثلا أول حالة أكاليزيا أكاليزيا معناها أن lower end of esophagus مليان ومش قادر يعمل contraction طيب يا دكتور أعرف إزاي من خلال الكيس يقولك enlarged lower end of esophagus مليان fluid وفي الأكس ري بيبان على شكل parot shaped زي بالزبط كده منقار البغبغان النقطة المهمة أن العيان بيجي لك بصعوبة في البلع dysphagia طبعا هو بيقولك difficult to swallow وعشان كده أركز على swallowing mechanism البداية oral بيكون voluntary ثم pharyngeal وإسوفيجي involuntary ركز معي pharyngeal phase هيبقى stimulus distension of the pharynx وreceptor meccanoreceptor afferent trigeminal وفيجس وglossopharyngeal center swallowing center efferent هيكون ال vegas nerve مهمة أوي contraction of pharyngeal muscles as a response في ثلاثة protective reflexes elevation of soft palate elevation of the tongue elevation of the larynx بالنسبة للأكاليزيا بنركز على lower end of الإيسوفيجيس خلي بالك إن الإسوفيجي البرستالس primary peristالس كان ال vegas بيساعد فيها وال secondary peristalsis لو قطعنا ال vegas ما يفرقش معايا لإن هي بتعتمد على الماين تارك بلاكسس وليس swallowing center سبب إن اللower end of esophagus distended إن ال enteric neurons في هذا الجزء ما بتفرس nitric oxide ده اللي بيساعد على relaxation of lower end of esophagus أسباب ال dysphagia ممكن يكون مشكلة في ال swallowing center أو ممكن اتقطع l-efferent of swallowing أو myasenia gravis علاج الأكاليزيا إن أنا أدي relaxant لل lower end of esophagus أو تدخل جراحي esophageal myotomy فدي النقطة الأساسية في الأكاليزيا لازم تراجع من النظر لل swallowing وإحنا قلناه بسرعة مع بعض الكيس التانية هو terminal resection of the terminal ilium قطعنا جزء من terminal ilium طيب أعرف الكلام ده إزاي يأما أقولهولك صراحة في الكيس عملنا resection لكام في المية من ال ilium أو أقولك العيان ده عنده صعوبة في fat digestion خلي بالك terminal ilium هو أهم مكان لل bile salt absorption البile salt بينزل في terminal ilium ويرجع مرة تانية لل liver entero hepatic circulation 95% ركز معايا absorption بيبقى absorption terminal ilium بنمتص في الفات soluble vitamins vitamin A وD B وE وK وK عشان كده هاجي في الكيس دي واقولك clotting time بتاع العيان بيعلم clotting time يعتمد على clotting factors زي ما أخدته في البلود قبل كده والclotting factors تعتمد على vitamin K اللي بيصنع 2 و7 و9 و10 فلما يقل الفيتامين K حيطول مدة clotting time النورمل من 4 إلى 8 دقايق فالمدة حتطول عن كده يلخبطك في الكيس يقولك طيب هل هو شرط أن الفات digestion يتأثر فقط في terminal ilium resection تقوله ممكن يبقى في deficiency of pancreatic lipase enzyme لأن pancreatic lipase هو اللي بيكسر small fat droplets إلى fatty acid و cholesterol ester و lysolecicin بس في نقطة مهمة لو قال البانكرياتic lipase هينزل آه fat في الستول ولكن هيبقى معظمه digested لكن لو قطعنا جزء من terminal ilium معظم الدهون اللي نزلة في الستول undigested دي اسمها steatoria فيكتب لك في الكيس فاول smelly greasy odor of stool يعني فيها دهون زيادة جدا خلي بالك كيس terminal أو resection of terminal ilium يقولك طب هل عنده anemia تقوله آه لان vitamin b12 is absorbed from the terminal ilium by penocytosis وهنا الكيس يعملك mix بين البلد وال g i t vitamin b12 اخدناه في البلد وده كان بيتنقل بالترانس كوبالمين 2 للدم شيء طبيعي vitamin b12 the one of the water soluble vitamins وهنا نعمل mix للطلبة مهم قوي يا ترى الwater soluble vitamins تمتص ازاي معظمها محتاج sodium co transport عشان كده الحالة دي فيها مشكلة في صعوبة في امتصاص الفات soluble vitamins وكمان الwater soluble vitamins ويجيلوا macrocytic hyperchromic anemia لو عملنا blood indices هلاقي الM CV عالي والM CH كمان عالي فدي نقطة مهمة قوي عايزك تركز على اهمية البيل salt في هذه الحالة البيل salt يساعد على ال fat digestion by emulsification ويساعد على ال fat absorption by misil formation بايل salt مهمة ان هي بتدوب الكوليستيرول وتمنع ترسيبه في الجول بلادر هي اللي بتمنع الكوليستيرول stones او الجول stones لان 80% من حصوات المرارة سببها عدم دوابان الكوليستيرول بسبب نقص البيل salt كلام ده في غاية الاهمية كوليستيرول is soluble in the acidic medium طيب الحاجة اللي انا عايزك تركز عليها ان البايل salt is coleratic اهم stimulant لل liver cells to secrete بايل هو البايل salt يلي السكرتين والاسيطايل كولين كلام ده في غاية الخطورة طيب النقطة المهمة او كيس التالتة هو liver cell failure اللي عنده فشل في الكبد كلمات المفتحية في الكيس عنده edema of the lower limb وعنده كمان swelling في الاطراف طيب edema ليه لان الالبيومن قل الليفر هو مصنع الالبيومن اللي في البلاد قلنا لأوزماتيك براشر مهم قوي يمنع خروج البلازمة الزيادة من الكابلري الى التشو قوته خمسة وعشرين مليمتر ميركري عشان كده اللي عنده liver failure لازم نعلق له البيومن يسألك سؤال تاني يا طرى اللي عنده liver failure عنده انيميا تقوله mild انيميا ليه لان الاراثرو بويتين اللي ذكرناه في البلاد بيتصنع في الليفر بنسبة عشرة في المية فقط فما يقصرش لو فيه liver failure يقولك في الكيس عنده mental confusion mental confusion معناه اضطراب مش مدرك غيبوبة صح؟ تقوله ايوة طب بسبب ايه؟ ان الامونيا is not detoxified في الليفر الامونيا بتعدي البلاد brain barrier وتعمل غيبوبة كبد hepatic in kefalopathy خلي بالك ان كمان اللي عنده liver failure عنده مشكلة كبيرة inability to work وده بسبب اني مفيش glycogen كفاية دايما في حالة الليفر failure افكر في الاخشن of the liver فايدة الليفر ايه؟ طب اخبار البون density كسافة العظم تتأثر طبعا لان الفيتامين دي كمان مش هيبقى activated فيتامين دي رمزه one twenty five di hydroxy coli calciferol طيب الone twenty five بدايتها twenty five OH coli calciferol في الليفر يبقى activated في كدني ب انزيم one alpha hydroxy ليز طالما في liver failure ال inactive form مش موجود فيتامين دي مهم للكالسيوم absorption مهم لل bone matrix كسافة العظم فيحصل osteo malicia اللي عنده liver failure عنده سيول الدم bleeding tendency لاني الفيتامين k خلي بالك ده واحد من clotting factors وده مهم جدا ما بتصنع في الليفر فاللي عنده فشل كابدي عنده مشكلة كبيرة سيول الدم عالية جدا والclotting time بتاعه حيطبل طالب الشاطر يلاحظ معايا حاجة دلوقتي clotting time مدته زادت في حالتين في resection of terminal illium و liver cell failure ده على سبيل المثال liver failure معناه ان انت فقط اكتر من 70% من فوايد liver الحالة الرابعة عندنا lactose intolerance في ناس بيجي لهم عسر هضم و abdominal cramps بعد ما ياكل ice cream او اي حاجة من منتجات الالبان السبب اللبن في lactose عشان يتخدم محتاج enzyme lactase يقصر اللاكتوز الى جالاكتوز وبالتالي الحالة اسمها lactose intolerance يعني اللاكتوز بيتجمع يتجمع في small intestinal يومن يشد وراه ميا باي اسموز وده اسمه اسموز اسموز دايا ريه دا مهم اوي abdominal cramps وساعتني سميها cramping pain خلي بالك في حالة اللاكتوز intolerance راجع small intestinal function السموز intestine عندها قدرة على الابزوبشن 600 مرة بسبب circular falls in the mucosa وده بتزود الابزوبشن 3 مرات الفلاي 10 مرات المايكرو فيلاي 20 مرة لما اضرب 3 في 10 في 20 يبقى 600 مرة وسميناها intestinal adaptation for absorption الحالة الخامسة والاخيرة هي fecal incontinence الناس الكبار في السن عنده صعوبة في defication الين الكنال ما بقتش قوية زي الاول طيب الفيcal incontinence احنا مش جراحة ولا بطن حنسأل physiology defication reflex النورمال اللي بيحصل افتكر defication 6 نقاط stimulus هو distension of the rectum 2 receptor mechanoreceptor الرectum اتملى بعت afferent pelvic nerve للسنتر الانتيريور horn cell of sacral segment S2 و3 و4 efferent pelvic response contraction للول relaxation of internal anal sphincter دايما دايما في defication نحب نركز على نقطتين لو the conditions مناسبة لل defication تعمل voluntary انت بتحزق بتزود intra abdominal pressure ولما بتزود intra abdominal pressure انت بتعمل relaxation لل external anal sphincter طب لو conditions مش مناسبة قاعد في امتحان او في محاضرة الكورتيكس الbrain يبعت signal مباشرة لل center of defication reflex ليه عشان يعمل contraction اقفل external anal sphincter عايز اقول معلومة مهمة اوي external is voluntary ده تحت سيطرة الpeudental nerve وده somatic nerve اما internal هو involuntary وتحت سيطرة autonomic nerve في معلومة بتتقال في بعض الكليات امتى يكون عندي urge to deficate لما rectal pressure يبقى 60 مليميتر ميركري اعتقد ده كاترة الاناتومي قد يكون قالوا هلكم edification حسب التعود بتاعك يطرى مرة او مرتين او ثلاث مرات في اليوم هل بعد كل اكلة او لا عشان كده تعرف mass movement وده مهمة قوي في mass movement تحصل بعد فترة من الbreakfast دي اسمها gastro colic reflex البداية من الاستومك والنهاية في الكولون الذي يتحكم فيه هرمون شهير هو الجسترين الجسترين بيعمل contraction في ascending وال transverse colon وده شيء في منتهى الخطورة في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالخمسة cases اللي احنا قلناهم واحد اكاليزيا اتنين resection of the terminal ileum تلاتة اتكلمنا على liver cell failure اربعة lactose intolerance خمسة defecation reflex